موسيقى غاصت الكرة الأملاقة في مياه الخليج وبدلا من أن تخرج لنا اللؤلؤ والمحار أخرجت لنا لآلئ الكذب وجواهر التحريض وكنوز الإرهاب الكرة التي يفترض أن تشع مهنية واحترافية وموضوعية وحيادا ورأيا ورأيا آخر أفرزت على مر السنين تشددا وتناقضا وازدواجية وطائفية وزيفا وتشويها للواقع والحقائق تحولت إلى كرة ثلج حقيقية كرة تنتج كذبة ثم تحولها إلى حقيقة بكذبة أخرى ثم تنتج كذبة أخرى وتحولها إلى حقيقة وكذبة بعد كذبة كبرت كرة الثلج حتى صارت جبلا من الأكاذيب بل صارت أكبر من الدولة التي أنتجتها متفاخرة بأن يقال عن قطر دولة الجزيرة كل أنواع المجرمين والطائفيين والإرهابيين والمتطرفين والمتحيزين ثقافيا وفكريا وسياسيا وجدوا ملاذهم داخل هذه الكرة في الجزيرة تعلم المشاهد العربي الرتح على أصوله وفي الجزيرة اكتشف المواطن العربي النفاق على أصوله وفي الجزيرة احترف بعض الإعلاميين العرب النصب والدجل على أصوله بات الصراخ سمة للنقاش والتزييف والتحوير والتضليل أساسا من أسس الخبر والتحريض وبث الفتن رسالة من رسائل الإعلام الكرة صارت جبلا جبلا من النفايات التي عمت رائحتها العالم العربي بأسره وبدلا من التباكي على حرية الصحافة الأجدر إغلاق مكبل إرهاب هذا الذي باتت رائحته تزكم الأنوف والقلوب والعقول معا اشتركوا في القناة